السلام عليكم بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم خلينا نعمل النهاردة ان شاء الله على دخول المدارس نبدأ نعمل وجبات حلوة لولادنا وكل مرة بنحسن فيه يعني كل الحاجات الريسابس دي تقريبا تعاملت قبل كده بس كل مرة بنظبوتها احسن دي حتبقى جيدة قوي الوجبة دي المين لو انا عندي ولاد عندهم نحافة وعندهم الامتصاص صعب بعمل لهم حاجة حلوة قوي دي سهلة الامتصاد تانية حاجة حزود لهم فيهم البرو بايوتيك يعني الوجبة دي فيها البرو بايوتيك عالية قوي اوكي اللي هي وعندنا عندها فيها انزيمات الهضم عالية قوي مش هتتعرض لحرارة عالية بحيث اننا الحاجات دي البكتيريا دي ححافظ عليها دي حاجة بعد كده لو انا عندي حد مسلا الولاد اللي خدوا انت بايوتيك مدة طويلة اللي بياخدوا اخدوا مضاد حيوي او حتى يعني اسبوع يكفي اوكي او اي حد خد مضاد حيوي محتاج يعود البكتيريا النفعة فالوجبة دي من الحاجات الكويسة زائد الحاجات كتيرة اللي احنا حكيناها منها الكيفر لو موجود في بلادكم المخليلات اللي احنا بنعملها في البيت مش بنشتريها عشان سألوني على ان الخليلات بتاعت البيت قبلي اللي بنشتريها من براها اللي هي لو هي عليها اي مادة حفظة يعني مادة حفظة يعني بتقتل البكتيريا يعني انا مستفدتش حاجة كبروبايوتيك انا واخدها خضار كده يعني طاري وبيتاكل بس لكن البكتيريا يعني معظمها هتموت من المواد الحفظة اوكي لو ما حطينا على المخليل لو فيه انا مش عارفة هيكون فيها ولا لا بس حاجة البيت يعني اضمن انت عارفة انت حطها نوعية الملح كمان الملح مش بيرفع الضغط نوعية ملح حلوة هحطها الكمية الملح مش كبيرة كل ده هتحكم فيه في بيتي اوكي فانا دلوقتي بقولنا وجبة اي حد بعد الكيماوي وجسمه بيكون يعني تقريبا برضو النظام البكتيريا النافعة كله البروبايوتيك مش مزبوط وكل حاجة مش مزبوطة والهضم والامتصاص مش مزبوط فالحاجات دي كلها هتبقى سهلة الهضم والامتصاص وحتفدنا وتبدأ تزبط المناعة وتزبط البروبايوتيك في جسمهم كل ده من الوجبة البسيطة اللي احنا هنعملها كل المطلوب مننا ان احنا يعني على الاقل من 24 ساعة او 48 ساعة انقع كل الحاجات اللي هي المكسرات اللي عندي في البيت وطبعا الحاجات اللي بزراحة دي كمان قصة تانية ودي مهمة اوي بتدخل في نظام اكلهم ونظام اكلنا يعني احنا كلنا محتاجين ده ولكن اكتر يعني انا لازم اقوم دلوقتي واعملها لو انا عندي مشاكل في الولاد اي نوع وحد عيانة وحد اخد مضدحة وزي ما قلنا وكي هاخد بقى نوع المكسرات لنا استعملتها النهاردة استعملت اللوز حنقعه انا نقعت دلوقتي مسلا فوري ايت اورز يعني حوالي يومين بس اغير الميا يعني كل كم يعني مسلا اتناشر ساعة غير الميا وحط له ميا جديدة ممكن اربعة عشرين ساعة هي بيمشي اوكي دي حاجة ممكن انقع التمر انقع السمسم شوفوا كل ده انا هخلي البزور والمكسرات هفك كل المواد اللي فيها اللي هي بتكون مرتبطة مع المواد اللي هي ممكن تكون صعب الامتصاص بتاعها كل ده هفكه وحخليها اسهل في الهضم وحعمل بكتيريا نفعة حتى الطمر انا نقعت ونقعت في حاجة كبيرة بس انا دلوقتي الكمية اللي انا هستعملها شوفوك كمان الطمر ده بقى غني بالانزيمات وافيد كل ده هنقع وحنعمل بيه اكلة حلوة قوي انا بعد ما نقعت كمان اللوز لو انا عندي حتى عنده مشاكل كمان في الهضم يستحسن ان انا هشيري القشور بعد ما نقعته القشور بتتشال بسهولة قوي شوفو يعني انا كده دي انا قشرتها بسهولة هتلاقوا القشور تشالت وممكن اخليه كله بدون قشور يعني انا ممكن اشيل كل ده بعد كده كل ده حاخده اجففه من المية خلاص انا كبت المية اي مية نقع هستغنى عنها هتجففه من المية كويس واطحنه الطحين ده اللي انا هطحنه بقى لو انا انا شفته كويس من المية هيديني زي الطحين بس ما بلول شوا بيمشي حالو هحطه في التلاجة واستعمله في كل الوجبات اللي هعملها للولاد اوكي ممكن اعمل منه حليب كمان للولاد كل الحاجات دي هتديني حاجة سهلة اوي او ممكن هعمل الوجبة اللي انا هعملها دلوقتي ليكو ده بعد الطحن بقى تحنها دي ممكن احاولها لحليب هنعمل لها حلقة ممكن اعمل بيها اي حاجة ممكن احطها في التلاجة واي وقت يعني واعمل كمية كبيرة ممكن تقعد معي لحد شهر في التلاجة واسحب منها شوية واعملهم اوكي دلوقتي انا طحنة كوباية من اللوس المنقوع ونص من السمسم المنقوع كله منقوع وشلت المية منه كويس اوي وطحنتهم نشوف هنعمل بيهم ايه هناخد كوب من الزباديو ده كمان بروبيوتك حلو اوي اوكي ونحط عليهم بيضة هننربهم كويس اوي انا كده عندي بروتين وبروبيوتك زيادة فوق اللي انا مجهزة هحتاج حوالي ربع فنجان من زيت الزيتون او زيت كوكونات زيت جوز الهند يعني انا عندي المادة الدهنية اللي هي الفات المفيدة النوع الجاد من الفات كمان ضيفته فيها الوجبة دي كويسة للدماغ للزاكرة للصحة لتكوين العضلات للبروبيوتك زي ما حكينا خضيف بقل انا مجهزة من قبل يعني انا لازم اكون تحنا مجهزة من بالليل انا كل ده بعمله الصبح دلوقتي بجهزه معاكم يعني شوفوا مش هياخد وقت لو انا جاهزة عندي المكسرات والسمسم اللي انا طحنته انا بقتي مجهزة كوباية من من اللوز اللي انا طحناه اللي احنا نقعناه طحناه ونص كوب من السمسم برضو كان منقوع ونشفناه من المية وطحناه مع كوباية من الزبادي وربع فنجان صغير من من زيت الزيتون او زيت جوز الهند السائل دلوقتي هو شوية حسيته خفيف شوفوا انا زاود تعليم ممكن ازاود معلقة كبيرة من النشا او معلقة كبيرة من الطحين يا مش هيفرق معلقة الطحين فيه او النشا لو انا مش عايزة حط الطحين خالص وعندي مشاكل مع الطحين فكل ده بين فعلى حد ما ياخد القوام الوسط ده يعني اتقل شوية من الكيك اضيف له بقى الطمر اللي انا كمان كنت نقعافه ده كمان فيه انزيمات الهضم شوفوا كده هي وجبة سهلة الامتصاص مشاكلنا كلها في الامتصاص دايما بنقول كده بتحتاج بقى شوية حاجة بسيطة من الملح حطي لها حاجة بسيطة من الملح وحطي لها بيكينج صودة مع شوية من الخل هنا دي معلقة من المعلقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون او الزبدة الطبيعية اللي يعجبكم المتوفر وابدأ بقى احمرها كده على الناحيتين انا حطيتها بطريقة عشوائية كده اي اي حاجة سريعة على الصبح فيلي ما بتاخد دقايق طول ما انا عندي الميكس ده جاهز خلاص ما فيش مشكلة ممكن اجهز كل الخليط من بالليل واضيف عليه الصبح بس شوية من البيكينج صودة اللي هي نص معلقة بيكينج صودة ومعلقة صغيرة من الخل واقلبهم هتلاقيها كأنها لسه معمولة دلوقتي وابدأ احطها يعني يعني ساهل ومتاح ازود عليها باقي كمان ممكن ازود عليها انا عملتها دلوقتي وجاهزة الحلو بتاعها معقول ممكن احط جنبها فواكه ازود عليها عسل انا عادة بحط عسل بس ممكن لو انا عشان ازود البروبيوتك زي ما قلنا ممكن احط معلقة كبيرة من السور كريم هي فيها ضب البكتيريا النقعة مع العسل وازودها عليها دي طعم القشطة الحلوة والحاجات اللي بيأكلوها برا اللي هي مليانة سكر ومش طبيعية وفي نفس الوقت مفياش حاجة مش هيلتي اوكي ممكن احط اليوغرت اللي هي الجريك يوغرت الزبادي الجريك اليوناني نفس الكلام احط معلقة كبيرة مع العسل مع كمية من العسل واضفها عليها زود شوية من النطس كل ده دي وجبة كاملة متكملة يعني قطعة واحدة بس للولاد اللي هما في سن الابتدائي تكفيهم القرفة حلو كمان ازودها عليها زود النطس ان شاء الله تكونوا سفدتم الفيديو ده اشوفكم فيديو تاني وسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة